للتو منذ لحظات حصلنا على أوضح صورة يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية حصلت عليها بوسائلها الخاصة أقمارها الصناعية المشهد غريب جدا وكأننا أمام ليس بلون من البلونات التاريخية التي عرفناها وإنما شيء أقرب إلى ما نراه في أفلام الخيال العلمي وكأنه عمل من أعمال الفضائيين الصورة سترونها بعد قليل على وسائل التواصل الاجتماعي مسيرة للغاية الأمر الآخر لا يبدو في تقديري بالفعل أن هذا بلون للطقس والمناخ وكيف له أن يتحرك عشرة ألاف كيلو متر من الصين الولايات المتحدة اليوم ظهور منطد آخر فوق أمريكا اللاتينية هي في تقدير رسالة من الصين للولايات المتحدة الأمريكية ردا على المذكرة التي روجها الجنرال الأمريكي منها حول الاستعداد للتلاحم الجوي مع الصينيين بالعام 25 تقديري وكأن الصينيين أرادوا أن يقولوا للأمريكيين نحن لسنا في حياة إلى هذا التلاحم نحن نستطيع الوصول إليكم هي رسالة من ضمن رسائل متعددة حول التقدم التكنولوجي حول القدرة الصينية على التجسس حول التكنولوجيا المتقدمة للصين يعني لازل المشهد غامض نحاول تفكيكه لحظة بعد لحظة سيد إيميل كونك رأيت صورة هذا المنطاد عن قرب يعني هل بالفعل هل يتطلب هذا الحادث هذا التخوف الأمريكي والموقف الحازم أيضا تجاهها يعني ربما أكثر من ذلك لأنه تقديري لو كان في البيت الأبيض الرئيس دونالد ترامب اليوم وليس جو بايدن لكان أسقطوا بكل ما لدى أمريكا من أسلحة تتجاوز التقليدية الآن الإشكالية في أنه في مدار ربما يصل إلى 37 ألف كيلو متر فوق سطح الأرض وكأنه يبدو كوكب فضائي قريب من سطح الأرض بلا شك هناك غرض ما في نفس الصين الملامح غير واضحة لكن من حق الولايات المتحدة أن تنزعج ولهذا تم إلغاء زيارة الوزير بلينكين للصين طيب سيدي ميل كما نعرف العلاقات أصلا كانت متوترة بين بكين وواشنطن بسبب ملف تايوان والآن مع هذه الحادثة برأيك إلى أين تتجه الأمور أخشى فيما أخشى أن تكون العلاقة من بكين إلى واشنطن تقترب من فخ سيوسيديدس التاريخي الفخ الزماني بين اليونان وأصبرتا بين القطب القائم والقدب القادم على الرغم من تشابك المصالح بين البلدين يعني بكين وواشنطن لهم مصلحة في الاستقرار الاقتصادي لسيما في هذه الأوقات الصين ليست في وقت يسمح لها بالدخول في مغامرات عسكرية وأنا حقيقي أستغرب جدا هذه ليست فلسفة الصين التقليدية فلسفة كونفوشيوس أن تنتظر على المياه تأتي جثة عدوك إلى كطافية هذه المرة وعلى خلاف الفكر الأنتولوجي الكونفوشيوس الصيني الجثة تذهب إلى السماوات الأمريكية شيء غريب عجيب وكأن الصين أصابتها عدوى المنهج الأرستي عن الظاهرة ومخارج الظاهرة والتصادم الحتمي بين الأضاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر